اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المملكة السحرية الأردن وإن يستقبلوا الأردنيون أشهر رمضان المبارك بشوق الحبيب لحبيبه وبقلوب مؤمنة كلها بريق لأيام الممطلقة بالرحمة والغفرانة وأكثر حاجة تلفت الانتباه في الأردن هي الخيمة لينصبوها الأهل الشعبية بشي يستخدموها في جلسة رمضانية وين يقروا فيها القرآن الكريم ويتبدلوا فيها لقاوي والحلو وظاهرة المسحراتية نقولوا أحنا بالتونسي طبي للسحور هي عادة مهمة وأساسية في رمضان الأردن وأغلب اللي يخدموا فيها اليوم نقلوها من عند أبائهم وقبل كانوا يستخدموا الفناجين النوحة سياء في بلاست الطبي وكانوا يضربوهم في بعضهم بشي قيموا الناس ويقولوا وبالنسبة للميكلاعات وشكور ما يسمعش بالمنصف الأردني مكمورة الأردنية لمجدرة رشوف الزيتون ولمطبق وشرب أفريكا كيما يقولوا هما ولا لهريس وكي نقولوا رمضان في الأردن نقولوا زينة الشرع زيدة لتلقاها في كل بلاسة زينة بها برشة معاني فيها تجزيد لمعنى الفرح والسعادة والجمال ويزينوا الدنيا بالأهلة والفوانيس وبالنسبة لمسلسلة الأردن نلقاو مسلسل ذهب أيلول سلسلة إنسانيات مسلسل جلطة كبرة العيلة هو عمل كوميدي أما تشويق الفنتازيا بش تلقاوها في مسلسل العيدروس جولتنا في الأردن اليوم وفيت حكيت لكم على العادات الأطبيق والمسلسلات ودواء بش نهيسكم معايا لبلد آخر نكتشفوه مبعضنا في رمضان العالم للدوامة بروس شكراً يا بالغاية جميلة الرحلة في الأردن كابتن مشيت للأردن مشيت للأردن والله محمد نحن قبل كي نمشيوا في الكورة راوكي فما بولدين نهبتوا من الطيارة تاخذ الكار تمشي للأوتيل من الأوتيل للتيران من التيران للأوتيل يعطي وناك نص نهارك لأنت شو بينك بش تقضي ولا حاجات خطر كي بش تمشي تلعب كورة ماكش ماشي كما سياحة ووحدك مش ماشي واحد بش يدور ويعرف بلاد فما فرق بين تمشي وحدك وبين تمشي مع الكورة ثورية لا الحقيقة ماذا بي من اللي دي سيناسيوري نحب نمشي لأنت يريتك نمشيت للأردن تخرج في استورياتك مزيان للأردن فيها بيتر حاجة دا وقل لي حسنين اي أنا زلت الأردن عمل فيني يعني بداوة من البنك العربي ايوه عندهم البنك العربي غادي عنده يعني فعاليات ثقافية وستدعوني كريوائي وفرحوا بي الحقيقة وسكوني فوتيلة كبيرة ويعني المثقفين غادي استضافوني في أحد بيوت بيوتهم تحت جلسات بيوت 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 وضبحوا لي على الوش يعني عملوا لي منسف اي منسف الاكلة الشعبية تنسني منسف وكذا كيمالكبسة ماي بالروز حاضر فيه رئيس اتحاد الكتابة متاع الأردن وكذا ورئيس بلدية ورئيس اندرشنية ورئيس مجلة عمان وحصيلو كذا وكانت حفاوة وقلت لهم انت كنت جيوني لتونس شناذا بحلكم نحن عنا برشة شعراء وبرشة كتاب الخرفان يعني منادي لحن مش تتبع لهم شعر مش تتبع لهم شعر ولا كاتب ياو عندي عندي بركوس ويعني عندهم تقليد يعني عربية قديمة وشعب مذيف اسماني أكل علوش يعني فوق القصعة يعني شاسمها روس وبالحليب والبنوب والبصل وكلوه ومو شعب حسن يزني ونسى وحدهم ورجال وحدهم لكن نحن من بعد ما تبقى يأكلوها مش معاة ثوري تسمع عندها يكلوا رجال ويقعد يكلوا نسا من بعد يأكلوا وحد من قبل ما قبل من قبل انهم شدهم من بعيد نحن مفهمتني مجد مشيت وكل أردن بلاد وانا والله يوصلت على الفين بلا السم نحكي لك سورة لأنه قبل ما يتولي الملك هذيك الملك الحسن بل ما يموت معنق ولده يزافيش الكبار الجوان في المطار وكانوا ميقول للأردنين سيسوري على سيدي عبد الله على ولدي عبد الله ابن الحسين يعني وكذا يعني عندهم والله والله حاجات جميلة أنا مشيت للأردن وعندي عليها حب والأردن حيو الأردن مجد أنا بمال دفوا نعمل اسكال في مطار الملكة عالية في طريقه إلى بيروت معنى ما زلتش البلاد واخلي ما نخلطوش على تونيسير ناك الخطوط الأردنية تكون هي الأفضل معنى في رحلة إلى بيروت لأنه أنت تمشي برشة لبيروت ظروفها طيبة وكذا راحة باستجميم في بيروت ويقالوا أنه حتى بريت شيرويز معنى لا لا جاوبني على بيروت أنا بيروت حتى نستطيع أنا أستطيع وعنى كتاب وانشرنا في دار الفرابي زادة وكذا فامتني معنى والراحة الراحة وين تعديها كتر العطلة 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 في تونس نحب تونس بين بيروت ودبي عندي تصور عندي تصور نحب السياحة التونسية لا لا هو يحب نحب بلادي أنا الوجهة الرئيسية نفكر الناس وعلى مباراة تونس ليبيا ونحكي وأيضا على بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قبل ما نغرش فاصل دراسة تم دول شمال إفريقيا أو المغرب العربي دراسة ذي تقول شنو ما الشعوب الأقل تدينا شفته محمد معنى مصيبة ولو يدخلوا للقلوب ويعرفوا شعب هذا أكثر خلي عنك ملا الإجابة نرجع مأساة تيب بكل ما الكلمة شكون الشعوب الأقل تدينا كما قال مجم تنجيم اشتحكم يعلم كان الله دراسة هذي ما يخرجوا يعلم كان الله على خاطر الدين قتلك والإيمان مظاهر تدينا مظاهر دجل في الدول العربية والدجل والنفاق في بعض الدول العربية في شمال إفريقيا الشعب التوسي وعلى المغرب العربي لا معنىش دجل وعنش نفاق في الدين أقول لك تزير تزير الأقل أكثر تديين أقتيني أقل واحدة تدينة تونس تونس ثوريا علي علي رايد تونس الأقل تدين تونس حسنين أسمعني الأقل تدين لم يقة موريتانيا موريتانيا باه أناعتيك يعني مريغة الصحراء ها بش نعتيك الترتيب في المرتبة الخامسة الأقل تدين بثمونتاش في المية مصر في المرتبة الرابعة المغرب بثنين وعقل وعشرين المرتبة الثالثة الجزائر برابة وعشرين في المية المرتبة الثانية ليبيا ستة وثلاثين في المية والمرتبة الأولى الشعوب الأقل تدين تونس بستة واربين في المية يعني أعلى زو سألوهم لا بش نفهمك محمد شوف الشقاها من العربين والبرابرة عندهم عقلية وأنه الحقوق المرأة التي منحت في تونس بعد الاستقلال هي نوع من أنواع ترك الدين وهي نوع من أنواع فسوق المرأة التونسية فمعايشين بالعقلية هذه والحريات اللي موجودة في تونس ينظروا لها وكأنه ضاربة معنيها للتدين وعكس مسار التدين وليه يدخلوا القلوب ويعرفوا شنو اللي يصير أنا نذكر معنيها قدش من مرة في ركبنا في الطيارات وحكيوها برشا من ناس مش كاننا برك من دول العربية تطلع في الطيارة الحجاب والنقاب تهبط في العاصمة الأخرى المنفتحة تتلفت تلقى العراء البروتيل والمينية وغيره فالشعوب هذه مظاهر أخذاء ومظاهر ما عندهم التدين كان مظاهر نحب نقول لك تونس بلاد القيروان اللي انتشر من هالمذهب المالكي في شمال أفريقيا وإحنا اللي درسناهم في جماعة الزيتونة وإحنا اللي أسسنا جماعة الأزهر وإحنا اللي أسسنا القروين في فيس فهمتني؟ وإحنا من ساهم في نشر الإسلام وعلمان هما اللي درسوا ابن باديس ودرسوا هوارب ومدين محمد بخروبة وغير 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 وكلهم درسوا على أيدي علماء دين مسلمين واضح أهمأ أكثر بلاد في الدنيا يكفر أكثر بلاد في الدنيا يكفر أيها وصراحة لم أرى بلاد متدينة في العميق في الجوهري قد البلاد ذيها ما عنداش تدين للمظاهر والزيف والكذب إنما تدين حقيقي ويعني لكن للأسف صورتنا شوهاها لخوانجية كانوا يكتب على تونس هي بلاد الخلع وبلاد النساء يعني اللي ما عندهم الشرف وبلاد الرجال المصر مضروبي ودمرونا حياتنا وركزوا على جهة لا وجيرينك ساحسن زد مش كان بالله بجا رب يا مجد لا لا أسمعني ما نحبش نثير في تن بين ما ليش نقصين نحن نحن ما ليش نقصين فتنة يعني بين الجزائر أهلنا وناسنا الجزائر والمغرب وليبيا وكل وحتى اللي ملمشي معك المصر نحن نحن في عوضة أن نذيق عوضة أن نذيق علينا نوسع ليش احنا اللي فقر في مغرب خي احنا قاعدين نشوهوا هو ما ليشوهوا في سورة تونس في الخارج ما هيش مشكلة يوم نشوهوا احنا المفعولي بنا ما هيش أسمعني سورة تونس ما هيش بالرهافة ديه والبؤسة ديه فاصل هي عنده قبيلي للتشوف وانا رجعوه للرباح ما هي التشوف هو القبيلي للتشوف ما هي التشوف هو القبيلي للتشوف مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على ايفام احلى راديو انتم تسمعوا في الدوامة بلوس سبيسيال لونزال محمد الخميسي على ايفام احلى راديو مرحبا بكم من جديد ناس كلي قاعدين تسمعوا فينا ارجعني لكم القيد الرباح توت سويت مع بولت كيما كل يوم كيما جرات العادة والعوايد في شهر سيدي رمضان بولتي رباحكم عن كود برومو بقيمة 100 دينار يكفي أنكم جاوبوا مع الفريق على سؤال في الكويز سؤال بير الثقافة العامة الرياضة سيونس أو الفن وموسيقى معنا بالتليفون من حميم لين فاتمة الفرشيشي فاتمة مرحبا يا راح فاتمة مرحبا يا حيش وينك فاتمة؟ صوتك البره مش فدار تقذي؟ ليه فدار اه فدار ليه فدار بديت الحوصة ع شقن فتر ايوه طيب شقن فتر ايه يا باهي سيدي جيناك في الوقت المناسب ولا عطلناك شوية؟ ليه بيه بيه نقصت على الجاز بيش حتى شي ما يشد ايه هكيكي برافو عليك بيه ايه يا فاتمة بيش تختار المحور اللي تهب نحكيه فيه شوف عنا فن عنا علوم عنا رياضة وعنا ثقافة عامة شنو تختار؟ ثقافة عامة ثقافة عامة الثقافة العامة اليوم موجودة مع صديقي ماجد البرهومي الأستاذ ماجد البرهومي مرحبا بيك الثقافة عامة والعلم الأدب جاء عند خالد التويتي اليوم حب يصلني على كل حالة السؤال في الثقافة العامة السؤال يقول شنو العنصر الأساسي المكون للشمس؟ نعطيك احتمالات معلوماتك مرحبا يا أختي الغالية تحية ليك وتحية الحمام لنف والفريق النادي رياضي لحمام لنف الغالية علينا برشا ماجد البرهومي لو رأت فضاء المكون هذا موجود في الماء المنعرش إذا عندك فكرة عالموليكول متاع الماء الهاش تزو الهاش تزو الهاش تزو الهاش تزو الهاش تزو وموجود زي دا شوف توا بشوالي الطاقة متاع المستقبل صعب تعليه كذي وكذي الأخضر أيوة صعب هاي فلا هاي كهو هاي فاتمة تقول الهيدروجين الهيدروجين هاي وحييك إنك اخترت وقلت ذاك هو على خطر معطيات ومعلومات ماجد كانوا يباعدوك بلاكس ولا والوكسجين هاش تزو هاي قلت لها موجود في الهواء هاي في الماء في الماء معنى هاي الوكسجين والهيدروجين 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 الأخضر طوى الموضة معنى هاي اللي ماشي في الطاقة هو الطاقة الجديدة برافو عليك ماجد البرهومي برافو عليك مدام فاتمة بفرشيشي مبروك عليك كان كود برومو بكي متمائة دينار من هداء بولت شكرا ليك فاتمة تحياتي ليك يا عيش كانت تحب تسلم على شكون يا عيش سلم عمسي حسن كلكم سلم عليك شكرا ليك مبروك عليك الكود برومو من هداء بولت نحكيلك نقطة عالشامسة حسنة يا عسن تفضل نحكيلك نقطة عالشامسة هاي واحد سكر قال لصحابه وزن لي جامرة يا رسول الله هاي يا أخي مشيو لوحوف يرويق قايم السباع داخل البحر واحدة تخزر له خلاش بك تققت مش بك تخزر لي يا سامرة من الشمس خلا وانا عبدالله من الارض نمشي ونحكيو شوية سبور من بعد شوية عنا كويس الدين وعنا الشيخ العربي اللي بيجي بش يكون موجود بحذينا منتخبنا الوطني في مواجهة المنتخب الليبي بش نمشي للتذفة اليسرة توت سويت من بعد شوية تسمعنا حويجة ثورية العمري يختر النهاج عليك كيفك اليوم نسمعكم ونمشي خاطر عشايا خليته نص طيبة انتي وهاتنا ساحب الملسوقة بش يبدأ في بالك ماني ملقيتش الملسوقة العربي خاطر عام حسن يحب الملسوقة العربي قلي السوري فما نوع عم طالبه قويت وما سماهوا لي شبير انتي تتعرش عام حسن في المباشر نجم يقول لك لا تحب الملسوقة العربي لا لا انا ثلاثي تشجران يري تحب امام بعض الفاتورة اخر الشهر تقول لك الامور تونس ليبيان بعد شوية عندك الكويس كامل معنا الكويس ونخلي لك تخلط على شيء اذا كان كلام الفضة يكون سكوت ذهب والعز للي يحضة مش للي يحب لا مش اغنية اذي القاع القاع الشعري اه لا القاع بش تكمل الحس مش تكمل الحس مش تكمل الفويس مش تغني له منحبش فضة وذهب انا قول له منها شوية لا حلا اه فهمني وخوذ اللي تحب ما نحبش فضى وذهب فهمني وخوذ اللي تحب خلي ما للغيري يكفيني العشيري خلي خلي ما للغيري يرضيني العشيري بسمه ونظره وكلمة حب ما نحبش فضى وذهب الله علي للناس اللي تفرجوا والله فهم في البر العبيد ما شريتوش محمد للناس اللي يتفرجوا والله العظيم والله تقول عبد الحليم وش هادة وقليه يتغني وانتي هكي تخير مننا عبد الحليم خير منك هو عبد الحليم عبد الحليم نخليوها استثنائيا فهم في البر العبيد شام المقرونة اخدوا نعطيكم الدبارة مستدى المستمعين يعطيكم مقرون ماتفل مش انا مرة مغاية مرة ياوادي حتى العجزة مقرونة ما يعمل احد عاما حسن مقرونة ما يعمل احد شي طايبا كل شي ايه كبتن خالد تويتي والأستاذ مجد البرومي تونس ليبيا المهم ذلك اللي صار في مباراة البرح الانتصار وكان كيفي لضمان التأهل للكاف للكان عفوا فرشت في الماتش أول حاجة مبروك لتونس حاجة ثانية محمد وليت عنا الكوب دافريك في بالك 16 مرة تونس تمشي في جارة المعظم 16 على التوالي 16 على التوالي من 94 من تظام البارح حبيت نشكر المدرب على التكتيك اللي عملوا البارح عجبتني لكيب ناسيونال بارح محمد تعمل الكيف فيش تعمل الكيف فما ساساة كي تربح ماتش فما حاجة ديز ان ديس يعطيوك في الماتش شفت الانيماسيون ديفونسيف الوقوف للي نيمون كيفيش واقفين شفت الانيماسيون أوفنسيف على الفكرة هليش قطعتك على الدفاع بالذات احنا الفريق الوحيد اللي مقبل حتى بونت ولتوقف لحل تصديق إنما شفتش أما كي تفرج البارح للي نيمون بتاع الديفونس وكي تشوف قديش يرجع وكيفيش يرجع في الديفونس وتشوف الانيماسيون أوفنسيف كيفيش الانيماسيون أوفنسيف وقتل يجيب ثمانية وتسعة كر متاع بونتويت وقتل يتعمل التنقل من الدفاع للهجوم بطريقة خشينا برش والحاجة اللي فرحتني أكثر من ذاكا محمد اليوم كيشفتلي فكتيف متاع الفريق القومي كي نلقى عالي غرام واحد وعشرين سنة حنبع المجربة عشرين بن سليمان 22 من رمضان 23 فاليري 24 حمدي العبيدي عشرين ليس العاشوري عشرين فما جبالي 19 وفما اسماعيل الغربي اللي لعب في فرنسا اليوم بجوارات في العمر كما هذا جيل جديد جيل معناها ولاعب كوبدافريق وفي العمر هذايا بيش تلقى معناها جيل في المستقبل علش محمد اليوم فما في الكورة الافريقية ولا تحب ولا نكروا فما الاربع جمعيات في الطوب عندك مغرب اتزاير مصر السينيغال احنا تونس اليوم انا بالولدات هذومة في الثانية في الثانية اليوم بالولدات هذومة نجم تبني منتخب جديد تبني منتخب جديد مع شوية زهر وني كابابل بيش نزكو بدافريق اه نجم ونخلته فيه نجم محمد خطر فما جوارات هايث مجويني وانت حكيت عليه هايث مجويني هايث مجويني يا محمد انا روكي نحكى لجوار زادة اللي قناعني في هايث مجويني شفت البارح انت الباس خطر على روح مي وقت اللي يمس الكورة انا نتفرج فيه مي عندو قالتة تكنيك كبيرة حتى بيساخي كورا انا طوى ديخ كيفاش اسبرانس سايبوه بالحق جوار كيمها ذاك منتسايل محمد انا من نهر لولش قط قط كلو لي دبدا مورفولوجي بيه مورفولوجي ليه القوة وين انا حتى كي نخزر نخزر في البلاسمان بتاعو البلاسمان بتاعو يلعب البرفوندور يطلب في البرفوندور ويخرج يلعب معه جواريته يعني كيما ستاسيون قدش يخل بيه رحل نوت على عشرة هايث مجوين النجم تحتي تسعة على عشرة وضربة فيه شريطة ضربة متاع الراس محمد تايميق يعملوا وديتونت سيف الجزيري في المقبل سيف الجزيري عندو بلوكاج منتال سيف الجزير لليوم بلوكاج منتال محمد ديش اقول لك محمد رو القوة متاعلى تكون كيما سيف الجزيري شوف محمد بيش تخلط راس راس يزمك انتي تكون عندك الفلير وعندك تعرف تعمل لابل خرج اكثر من مرة يهي يخرج اكثر من مرة نحكي لك الفينيسيون الفينيسيون كناو كي تبدأ محمد جوار داخله فيه الدوت هراو محمد سعيب بارش مركزة مركزة لا نحكي لك تسفريخة مع زمان أنا نحكي لك فما 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 أنا فما واحد أنا ديما مشالش نخار أنا فما واحد يلعب في لبزيك كان يلعب في تشيلزي فيرنر اذاك يا محمد كنترا شي فلت اذاك ورح بيكنترا كان جاي مركزة كل سيزان مركزة خمسي الجزيري نصبره علي الجزيري ليه عنده لكاليتي نصبره علي واضح واضح شكرا لك خالد ماجد البرهومي هايثم الجويني وسيف الجزيري المعادلة الهجومية وعلمت الامتياز حسبك انتي وقت لنحكيه حنا بعل مجبري لانو ملعبش تقريبا دخلوا بعض دقايق وما شوفنا هات شي اخر مرة تفرجنا في حنا بعل كان في كاسو مم افريقيا في الكامرون وكانت وقت هالظروف سعيبة رطوبة وسخانة وكوفيد ومرض بالكوفيد ودخل ولعب حتى في معناها في مركز مش المركز متاعه المرة هذي شوفنا حنا بعل مجبري حقيقي لعب في المركز متاعه مركز صانع للعاب ورجسور ينحب وانا شخصيا ونعشق المركز ذاك معناها حاجة كيك خاصة يظهر ليه كأنه هو الديناموم متاع الفريق حنا بعل نجح في الخطة متاعه كما يجب شوفنا بعد سنوات صانع العاب حقيقي انا نعتبر ربما اخر صانع العاب مر بالمنتخب وصلين بالعشور حقيقي يوسف ليه يوسف مش صانع العاب حقيقي لا يوسف جناية حكثر منه صانع العاب معناها مش رجسور حقيقي معناها ديس اه مش عمتي اي مش نفس البوست معناها حنا بعل بالحق كان معناها شوف يفك كورته تلقاه التالي معناها تقعد به تقول هذا لاعب اكسيال في الدفاع ولا بيفو يرجع تلقاه صانع العاب يخرج في كورة لصحابه ويعطي باس يزيد يخرج يوفر حل لصاحبه وميخليش وكاكة يوفر له الحل بش يخرج يعطيه كورة معناها اللاعب متكامل نشوف فيه نخليه في الدفاع نلقاه في الهجوم نلقاه يثق في الكورة نلقاه كذا تطور حنا باع البرشا كيلعب في بيرمينجام سيتي طور كان ميلعب شي برهوم في مفرق بين عبد يلعب في كمبيتيسيون وعبد ميلعبش وقت اللي جانا من المشاستر يونايتد وقتها رون بلاسون وشوف انت ريتش انت وقت اللي كان يلعب كي جامل المشاستر يونايتد ريت قداش يعمل مشاكل في التيناء يعمل برشا محمد داد يخوذها من عندي كل جوار إذا ريت جوار رو يعمل في المشاكل ويدز ويحب يعارك رو مهوش في فورمة وتعب في زيكم مختار تليلي قال لي في يوم الأيام ما يقناش قال ما عندوش بلاسطو في المنتخب وما عندو ما يزيد نحتار مورا يوه اليوم خالته ليه اليوم يقنع طيب حتى ترق العليم يتكلم عليه شوف يا محمد روز جامعيات كي من موشاستر يونايتد كيتاخذ لك واحد كي من جوار في العمر هذيك ما يفد الكوش محمد اليوم جاي من موشاستر يونايتد ما أنا روز لعبي كبير برشا لا تعلم الكورة أنا قواعد صحيحة الزيد ما عندوش محمد وأنهي معاك بالإكسترا سبورتيف وأنهي معاك بالإكسترا سبورتيف ميجل برهومي تحسوا يلعب في اللعب هولادة اللي نعرفوه تاريخيا الكورة المتكاملة متاع كرويف ومتاع فانجال ومتاع الجيل هذيك الممتز التكي تاكي أنهي معاك بالإكسترا سبورتيف ميجل برهومي وهو اللي صار من الجمهور من رميان دبابز من الأغناء اللي فيه ببعض العبارات ممكن اللي ضد تونس وضد التوينس يعني كلم حتى قوي شوية مانا شمش نقوله اليوم في الإذعة حنا بعل مجبري هب التصوير في دبوست الميقار حتى أنا مقريب لرمي دبوستي تلمو يعني فيه قراءة نقدية منه ولا الكاريكاتور على الدبابز اللي ضربوا بيهم في الماتش عادي تقول لي في الماتش يسير شي نأسف له بطبيعة محمد نأسف لي مثلي هكذا أحداث نتمنى من الأشقاء أكثر احترام التونس وأكثر احترام الشعبها والمنتخبها والنشيدها الوطني يأفسهم يحترموا الروحهم لأنه جايوا لعبوا في تونس وتعاملوا معاملة طيبة وما اعتدى عليهم حتى حد والجمهور احترمهم وغيروا فنطالب من الأشقاء المعاملة بالمثل لأنه في نهاية المطاف حتى احنا قادرين نروا بش نعملوا التصرفات هذيك وانت تفكر شو سافي مبارد تونس والبريزيل حتى كمش نتفعل معك وقت لي صار التصفير على النشيد الوطني كلنا جينا ضد الشيئ ديك تتفكر الإيدانة اللي صارت معناها إيدانة يلزب ندين ونطالب باحترام النشيد الوطني تونسي فهمتني لأنه هذا معناها من الركيز الأساسية للدولة كما العالم كما معناها لابد من الاحترام تحترمني وأحترمك في نهاية المطاف محمد مرة صارت في فيليبي نلعب في كوبدافريك فيليبي اشتر جمعية بيت هنا واشتر جمعية بيت هنا فيليبيا وقتها صارت مشكلة كانت تثبتش عام 82 بعد حتى كي جيت لهن منظر بن جبل لوقت على العصاب وضرب واحد منهم وقتها تصور انتي في كيس فريقيا معناها اشتر جمعية في في فوتيل واشتر لك شكرا لك تتزويد كوز رمضان كوز الدين مع الفريق وبحضور ضيف شرف ممنوع عليك تدخل ممنوع عليه يعاون الفريق وهبيئة ليلة جميلة الشيخ العربي اللي بيجي نتسلموا عليه أنا بصراحة معجب الحقيقة معجب بحضوره يعني الجسدي الفيزيائي ومعجب بحضوره الخطابي عنده خطاب جميل جدا اضافة انه الخطاب يعني يعني متعمق في التربة والذهنية الاسلامية فهو يعني يقدمه بفصاحة متيسرة الله يخليك يا حسنين توتسويد كوز الدين ايا سيدي اول سؤال نبدأ مع ماجد البرهومي ذيفنا السؤال يقول من هو النبي الذي امن به السحارة السحارة سيدنا موسى بطبيعة الحال سيدنا موسى بطبيعة الحال خالد سيدنا موسى فما حاجة بشو نقول اللي حسن على الرئيس متاعنا اللي قوي وعنده مبدأ السحارة متاع فرعون واختي اللي اشقلم فرعون قلهم لأ وقطع عنا رؤوسك قالوا له ان الى ربنا لما انقالبوا رأنا مناش خايفين رئيسنا راوها كيكا قلهم راو موش خايف وديما ماشي القدام وانشاء الله ربي معاه بحيك اه يا حسنين اي يا حسنين خوضوا شوية منروحوا الشيخ بعد يعني بعد عصى موسى يعني هي شي مذهل لأخيقها ذاك وهو برشا نسل يتساءلون على السحر ومالسحر وكذا كذا فليقرأوا يعني مناها هذه ال سيدنا موسى هو النبي الذي امن به السحر ما عنديكش حل اخر ما عنديش حل اخر اي نعم نقطة للجميع سيحسن ما عنديش حل اخر هني علك ما عنديش حل اخر اسوأ اللي مباد كم دامت سنوات خلافة ابو بكر الصديق نبدأ معك حسنين اه اه شما نخلي لك شوقت تستيشير اربع عمين عمين ما بين عمين واربع سنين اختار يعني عمين ذهر لي اختار نعلم كل فيها مهد صحيحة ملي قلت عمين 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 نهائي ولا اربع سنين بل اي يعطيني مؤشر سيدين محمد نهائي ولا اربع سنين يا ودي في باري ما شلش برسة سيدنا عمر يعني اي معناه وكذا وفيسا فيسا نحكي ولي سيدنا ابو بكر الصديق سيدنا ابو بكر يعني ذك الوحيدة اللي مات يعني موتة طبيعية ومبعد يعني قتل الخلفاء الرشدية نه قداش من عام قداش من عربع سنين اي اربع سنين مجد انا المتأكد منه انه ما طولش برشة وعدها معناه فترة خلافته في حروب الردة بي يعنيها في الجزيرة لا اعتقدوا انه سنة واحدة ما نيش متأكد لكن مزلت المعلومة هكا يدور لي عام عام قلت قضاء في حروب الردة ما ومنا نعرف شي عامي انا من اغلبتني انت يا اخي عامي بتعرف عليش بشي قولك سيدنا ابو بكرة اي رزين وحكيم وكي شد يودي شديد لا لا شد الحكيم كي شد الخلافة يا عبا سحسن سحسن وقتلي مات الرسول سيدنا عليش بتصيف والاخر ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم فمن ينقلبوا على عقابي فلا يذر الله شي يعني راجل حكيم عليها بعد سيدنا محمد شده الوحيد اللي قال عامين انه نعتبرها اجابته صحيحة الوحيد وتمسك وحلل وعنده ثقة في اجابته خالد التويت عامين هي الاجابة الصحيحة قلت عرب عقاب لا لا والله انت كي شدتني يعني كده يا اخي سيد الشيخ عندك عندك غريماش وعندك تعبيرات في الوجه يعني مول تغلت الحقيقة السؤالين بعده ما هي السورة التي تسمى بعروس القرآن الكريم السورة اللي يسمى بعروس القرآن الكريم شخور يسمى ونبدأ معاك ما نعرف هيش سميتك سمعني ها سميتك نبدأ معاك خالد علي التويت هي يا خالد سورة ياسين معلومة ولا غالطي نعرف غالط ارجع للبار ارجع للبار ارجع للبار ارجع للبار انا بدي شفت هاك المحط هذا يبق الملعين يشرب ملعين ديرك سورة ياسين سورة ياسين مجد البقرة معلومة ولا استرقت النظر لا نعرف البقرة وقيمتها واهميتها في القرآن وزيد حتى معناها الايات اللي فيها وروحانياتها وبرشة حاجاتها حروس القرآن الكريم الاسمال الشيخ يسبح باسم الرحمن تعالى اذا يعني يبدو الرحمن علم القرآن علمه البان ترى عندي الفار خلق الانسان علمه البان الشمس والقمر بيحسبان اي بيحسبان اك او فقط موش بشرة ارجعوا لي للفار اذا هي الفار الاولاد اعطاونا الفار شكرا لك سوفيان لك حال كان اه حسني بالعطمان احكيم مع الشيخ مش عكيد المعطبان قلت كل الرحمة قلتو سيد الشيخ الرحمة اضافة ارجع الارضاق عش الحديقي ارجعلي يا فيه لمست يد ثبتوا معي ثبتوا معي ثبتوا معي ثبتوا معي ثبتوا معي احسن هنياع اي اي ايσ شألتوا mature حكم بطيعك حسن تكمل الحلقة Pamela شكرا لك حسن بن عودبان شاية طيبة شكرا لك ماجد البرهومي اشتقنا إليك وسعيد أنك تكون موجود معنا كل جمعة إن شاء الله شكرا لك ماجد البرهومي الكابتن خالد التويتي تحياتي ليك حديثنا اليوم مهم وعن أهمية وفضل الصدقة في شهر سيدي رمضان في كلام قريب من القلب مع الشيخ العربي الباجي نأخذه فاصل صغير وراجعي مرحبا بكم ومرحبا بكم الجديد الناس كل يقعدين تسمعوا فينا قريب من القلب الكلام كل يوم في الوقت ذا يتلقاوه مع الشيخ العربي الباجي شيخ مرحبا مرحبا بكم ومرحبا بسعادة المستمعين الكرام ورب يتقبل الصيام والقيام إن شاء الله الله يخليك يا شيخ وشكرا على حضورك معنا اليوم أحديث مهم برشة شهر سيدي رمضان شهر اللي إن شاء الله ربي يتقبل فيه أحسن أعمل شهر اللي يتزيد فيه للجانب الإيمان فينا الروحانية تمتعنا تعالى لنتفكروا القيم الباهية اللي فينا من أهم الركائز ديننا ولا من أهم القيم اللي لازم نتفكرها هي الصدق وما أدراك ما الصدق والسيحة وموضوع مهم سيدي محمد ولن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسحبي وسلامة سليمة يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي صدق الله العظيم يلا من آية عظيمة لمن يعتبرها ولمن يقف على أبعادها وعلى أنوارها وأسرارها يقول أحد الصالحين يا من تصدق ماله مال الله تبذله في أوجه الخير مال المال نقصانه كم ذاعف الله مالا جاد صاحبه إن السخاء بحكم الله رضوانه محليها البيت الشعر هذه موضوع الصدقة وموضوع أبعادها وفوائدها وما تجب على من تجب وما هي أسرارها انطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسحبه وسلم اللي يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مقاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا على اثنين رجل أتاه الله الكتابة وقام به آناء الليل وأطراف الناهر ما معنى رجل أعطاه رب القرآن يحمل بسدر القرآن الله يجعلنا منهم إن شاء الله أمين يا رب ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار أو كما قال صلى الله عليه وسلم معناها الحسد هو في فهم الحسد المذموم والحسد المبدوح المذموم هو اللي معناها تحسد الإنسان بزوال نعمته وغير وغيره لنعرفه والناس الكل ولكن الحسد الذي يسمى بالغبطة الذي أتيه رب المولى سبحانه وتعالى بالقرآن يصبح من أهل القرآن كما تعلمون أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته ويتلوه أناء الليل وأطراف النهار ويرجو به وجه الله سبحانه وتعالى ومن أته الله المال ينفقه أناء الليل وأطراف النهار بإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى لا أن يقال أنه ذلك راه ينفق بشيء لأنه أول ما يسعر به النار حامل القرآن ومنهم الذي يتصدق فجزئه في الدنيا لا جزئه في الآخرة لأنه لابد الإنسان إذا يحفظ الستين لابد أن يبتغي به وجه الله لأنه يقال بينه حافظ وأنه يقال مقرأ وللبهرجة وليس رياب مش مش لها تقول ما شاء الله ويحفظ ويحفظ أذاكرة ويحفظ القرآن وإلا ويتصدق إحنا موضوعنا على صدقة وإلا واحد يتصدق ولو كذكره وكريم ويعطي وكذلك يخو جزئه في الدنيا من عندك نسة اللي يتمدح فيه ولكن الأصل في الشيء أنه يتصدق ولا تعلم يمينه شماله كما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوما لا ظله إلا ظل منهم رجل تصدق بيمينه فلم تعلم شماله ما أخرجت هنا غاية في الدقة أنك يتخرج الصدقة لازمك تعس على روحك مش قدام الناس تعطي الصدقة والسترة في أعطاء الصدقة النقطة مهمة سيدة بديت لنا بها وهي الآية فيما معناها حتى توم أي حتى تنفقوا مما تحبوها أي وردوا بالكم صدقة الباليات والمتقطعات كما قال الشيخ مشفر المتقطعات واللي ما حشناشي باهم نعن صدقهم عندك فيستة مقطعة عندك سرويل مقطعة تمشي تعطيه للفقراء ولا تعطيه الناس تعرفها محتاجة وردوا بالك ما تعطيش ياما تعطي حاجة بأداء معناها كاملة وتعطيها معناها تحترم الشخص هذك خاطره وبيجي نقول لك حاجة فما قصة وانا تعجبني برشة لأحد الصالحين أحد الصالحين قاعد تحت الجامع ومد يده أجيه راشل سيدك كذلك كمان قالوا خوذ مش ليك قالوا هيت مش متاعك أيوه بحلها يا سيد تعجبني برشة خوذ مش ليك قالوا هيت مش متاعك خوذ مش ليك أنت راهو الرب وهيت مش متاعك راهو متاع رابي والمال مال الله صح والمال مال الله ديت للغاية في الصالحين كيفاش كنوا يعبروا معناها كلمهم كبير حبيت سيدا نقول على أن الصدقة راهو مش بالضرورة أنه يكون راهو مادية بركة سيد النبي صلى الله عليه وسلم قالت بسمك في وجه حيك صدقة راهو البسمة اللي نحن في الحقيقة هذه نحتاجولها وعن أزمة المحبة في بعضنا البعض والذي لازمنا نرجعولها كذلك صدقة هذه من فوائد سيد محمد الصدقة ومن أسرارها ومن أنوارها أنه الفوائد والأسرار تعالصدقة نرجعولهم بأكثر ديتي واكثر وقت بعد الفاصل فاصل صغير ورجعين مازلتوا تسمعوا في الدوامة بلوس محمد الخميسي على إيافام أحلى غاديو موسيقى 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 الدوامة بلوس محمد الخميسي على إيافام أحلى غاديو إيافام على راديو مرحبا بكم جديد نسكولي قاعدين تسمعوا فينا الوقت ذي هو وقت قريب من القلب ما شيخ العربي البلجي نحكيه على الصدقة فوائدها وأسرارها هو موضوعنا ولا هو المحور ليوصلنا يلو في حديثنا اليوم على الصدقة شيخ وقبل ما نبدأ في فوائد الصدقة ينطلق من حديثي سيدنا أنس بن مالك سيدنا بن مالك رضي الله عنه هذا كان خادم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنيئلناه بالخدمة رضي الله عنه وارضاه شي يقول سيدنا أنس بن مالك يقول باكروا بالصدقة فإن البلاء يتخطى الصدقة فإن البلاء لا سمحني باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة بمعنى سيدنا ناس بن مالك شي يقول لك باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى صدقة إذا أنت حاس أنك بش تجيك معناها ابتلاة ولا حاش بشي بادر بالصدقة سارع إلى الصدقة فإنها تكون حاجز ما بينك وبين البلاء وفي رواية أخرى على النفس هذا تقول فإن الصدقة تدفع البلاء تدفع البلاء وتدفع غضب الرب شوفوا صدقة قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعف إلا عزة وما توضع أحد لله إلا رفعه إليه سبحانه وتعالى ما نقصت صدقة من مال رأوا إذا أنت ما عندك فلوس وبش تخرج وإذا تحسبها تبدو تحسب مع ربي رأوا هنا تتعبرش ما نحسبش مع ربي تو ربي سبحانه وتعالى بالهم الله لا عليك تو ربي سبحانه يقضف في ذلك المال البركة ويقضف في السر في ذلك من فوائدها ومن أسرارها انتلاقا من قولة سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه أن الصدقة لأن الصدقة لأن البلاء لا يتخطى الصدقة كذلك من أسرارها أنها تدفع غضب الرب نحنا عنا يقولوا كورونا ما نشك في فترة مية كانوا يقولوا كذلك وإحنا وينا من الصدقات الصدقة تطفي وغضب كان والله مش نحكي قصة بعجالة كان أحد المشائخ يقال أنه سيدين مصطفى محصن كان إمام جامعة زيتونة المحمور رحمه الله وكان من آلة بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولوا قبل ما يخرج بشيصال لصالة الاستسقاء قبل أن يتطرق يعني يخرج الإمام لصالة الاستسقاء يقولوا قبل ما نخرج للإستسقاء يقول لأحد معناها المحتاجين فيعطيه ما تيسر معناها مش حاجة قليلة يعني يعطيه ويقوله أصبح شيء يقوله شيخ مصطفى يقوله ادعي ربي بش ينزعيه على المطر فيخرج يقوله أحد هذا كان أحد من أهل الله يكون أحد معناها مع رجل متع ربي بعد يقول خذي من عن سيدين مصطفى للفلوس خرج للسحن متع جامعة يقوله يا ربي ما تحش منيش معاه كيما كرمني اكرمه سبحان الله تعامل يا حق لنا كمسلمين يا حق لنا كمؤمنين اننا نتمع في كرم الله يجوز انه نتمع في رحمة رب يجوز نتمع في كرم ويبدو انه تجر مع الله سبحانه وتعالى كنا تطفئ غضب الرب كنا تقيك من النار تزيد البركة في مال المتصدق تداوي المريث داوي مرضاكم بالصدقة وين كان الحديث الضعيفا يصدلوا بيه في فضائل الأعمال أحلى اللي كنت بدأ عندك مريض تمشي تصدق بنيت أنه ربي سبحانه وتعالى سوف يشفي ذلك المريض ببركة الصدقة وبركتها عظيمة فما قصة سيدة محمد نحن ندخل لها ونقراها ياسر الحق أثرت فيها عندما نقريتها اللي هي القصة هذه يقوله فما رجل ابتلي بمرض القلب نسأل الله العفو والعافية الله يحفظنا إن شاء الله قال وأسرت عليه الأسرة أن يسافر إلى بلد اسمها لندن للعلاج وهناك في لندن قرر الأطب بعد الفحوصات الأولية بالشروع في عملية عاجلة للتوسيع الشرايين تاع القلب تاع المريض وقالوا أن الجراحة عاجلة وإلا فحياته سوف تكون في خطر معناه إرجاع العملية لازم يمشي فقال لهم لو كانت تسمحولي على الطب هذو ما قال لهم لو كانت تسمحولي الروح لبلادي بش معناها نقسم الورثة متاعي ونحب نتهن على ولادي وقال لي سين نخلص وكل شي مو نرجع بعد ثلاث أيام نجي معناها نعمل العملية اسمحولي الروح نسكر ملافات حياة الدنيا حياة الدنيا ما دمني سوف أقبله على الآخرة واضح فقال المريف فتفكرت وما كنت أتصور أن الأمر كبير إلى هذا الحد ما كانش يتصور العملية كيف كيف يشكوا قال فقلت لهم هل ممكن أن أعود كما قلتك هل ممكن أن أعود إلى المزاق قالوا له معناها امشي على الروح اعطوه دوا وعطوه كل شي بش يمشي مدد ثلاث أيام ويرجع بش يعمل العملين العملية معناها ويشبع ليه فيقول قبل يومين من السفر هذا صاحب ليحكي في القصة يقول قبل يومين من السفر كان يجلس مع صديق له في مكتبه الخاص كان قاعد وهو مهموم معنا يخمم سبحان الله النسي بش يدخل يعمل عملية ما عارش يجب يموت في العملية يخمم على أولاده يخمم على العيلته يخمم على كل شي وفي غاية الحزن والألم قال فنظر إلى الناحية الأخرى هو قاعد يحكي هو مهموم اخذر علي من ويلقى مراءة كبيرة ويقفى بحث الززار الززار الشحمة اللي طريحة تزاود حطها في القفة مشي لا يجي لقال يوم يشتونها قاعدة تعمل انتي عليش عليش ما تاخدش الحم بكيت قطونا راني مربي ستة ايتامة وهنيئا اللي من نحكيه على موضوع على تربية الايتام كيف اليتام وما أدرك عنده قدر كبير عند ربي سبحانه وتعالى فقطونا راني مربي ستة ايتام وراني عندهم ستة شهور ولا سبعة شهور ما كلاوش الحم نحمده ربي نحنا قاعدين ناكل ونرار الحمد لله على نعمه التي لو تحصل ولا تعد ردوا بيننا من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر رد بالك الانسان لازم يحمد ربي على نفس اللي قاعد يخرج ويطع وبقلة الحم تزول النعم ربي يحفظها ان شاء الله الحمد لله على كل حال الحمد لله يا ربي فقال لها قطلوا راني عندي ستة ايتام وعندهم ستة شهور ولا سبعة شهور ما كلاوش الحمد فبكي تأثر وهي قولت تبكي فقال لها ززار قال له تعطيها وقلوا احنا ثلاثة كيلو الحمد وكل اسبوع ثلاثة كيلو اللي مدة عام كامل وهو خلاصك وخالص ززار فلمرة من قزرة كيشافت الموقف المتاع الرجل الذي كبكيت وتاحت على ركيبها وتدعيله وتبكي كما فرحتني الله يفرحك يعطيك ما تتمنى محليها كدع الدعاء هذيك اللي نحنا في الحق محتاجين لي في الزمانة فبكيت وتأثرت رجع الرجل ويوم تغضب شي سيف الرجل رجع لداره دق الباب خرجت له بنته فلقات بوها في وجه البشر كان مهموم قلت له بابا بني نشوف فيك الحمد لله وجهك رجع رجع فيه الدم نقوله نحنا قال لحكي لها القصة عادة قلها يكون لقيت مرأة هكا وهكا حكي لها لحدث اللي صار فبكت الابنة وكانت ابنة الرجل من الصالحات قالت قالت واللهما يا ربي اني اسألك الشفاء لأبي كما فرح هذه المرأة شفتي فيش قال اللهم يا ربي اني اسألك الشفاء لأبي كما فرح هذه المرأة فبعد نهار مشي رجع لللندن الرجل هذي ومشي للطبيب وعملوا قبل ما يعمل عملية تخطيط فالقال شرين التسعت ما هو في شامل التسعة الشرين فالقال قد يخزر عود مرة ثانية قالوا يودي اش عمل قالوا اني تجرت مع الله سبحانه وتعالى لم تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال داوو مرضاكم بالصدقة وقال قولة شهيرة ياسر حلوة قال بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بغماك اني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك الله أكبر على البيت مش تعرف سبحان الله ما تحقر حد في الدنيا وحنا عناك حاجة أخرى سيدي محمس هل ندرام مستحق ولا مش مستحق هذا هو لمن تجول الصدقة ولا لشكون نعطي الصدقة هوني برشة يسمعوا فينا وين أولهم شيخ مثلا ساعت نتحط في المعادلة هذي سبحان الله ويهد بشي يعمل الرب سبحانه كما قلت يعمل الستون يعمل للرب سبحانه هوني تقول لك نعطي البراني ما يعرفنيش ولا الغريب ولا العابر سبيل ولا الأقربون أولى بالمعروف ولا لو نعطي الأقربون ما هو المقياس أني ميزت هذا على هذا ولا نخاف أني نعاون هذا يحكي لذاك وهوني الجانب الستر اللي كنت كل إنسان يحب يخليه بينه بينه بين ربي وخاصة في الصدقة وحساسية الصدقة ما يتكشف في الستر أنه عابد يحكي يقول روعتاه ويعمل ويعطيني فما لي يقول لك أنا كنعاون عباد قراب لي يقولوا لهذا برك كنت ربي نعم عليك وعاتيك من خيرات وش بك تعاوني بهذا برك عادي أنه اللي نعطي البراني ما يعرف عليها حد شي ومن غادي الغادي وأنا مرتاح وربي سبحانه يقبل مني في الحالتين بإذن الله هوني شنو النجم وقوله وين نمشي أكثر وهو الأصل في هذا الكل شوف الإنسان إذا نيتو النية خطر سيد البي قال إنما العمله بالنية إذا نيتو ابتغاء المجهة المولى سبحانه وتعالى ومرضاته رأى حتى لو كان اعطالي الأقرب يستروا ربي لأنه المولى سبحانه وتعالى سوف يستروا لأنه ذلك الرجل ابتغت وجه الله في تلك العمل الصالح بي أما هنا إن المسألة المتاعية هندري إذا يستحق ولم يستحقش ويمشي يبدأ يبثبت لكن الرجل الذك اللي يزعم ويطلعش يتيج ويطلعش كذيه قال أحد الصالحين عنده قوله وإن الحق تمثلي قلبي برش من الحق سيدي محمد اللي هي أعطي لمن يستحق وإلى من لا يستحق حتى يعطيك ما تستحق وما لا تستحق إنتي تتعامل مع ربي رأى إذا بش تمشي تبدأ تلوج على هذك شي يستحق ولا ما يستحقش وتبدأ تعطيه تقول بش نهار آخر يبدأ عنده يعطيني رأى إنتي تتعامل مع المخلوق ما تتعامل مع الخالق وجزاؤك سوف تأخذه في الدنيا لا في الآخرة أما الإنسان المحمدي الرباني اللي كيخرج وما يبدش يحسب فيها ويعمل لك ويعطي ويقوله ابتغاء الوجه ربي خطر ربي ينظر إلينا ويعلم ما نخفي وما نعلن سبحانه وتعالى سوف يتقبلوا منه أما إذا إذا خطر كان لابس عليه وتحت بيه مع المخلوق لا يتعاملوا مع الخالق وهذا أرى واختر كبير الصدقة رأى هو هنا أعطي للي يتحب أنت أعطي مدمك أنت نيتك الرب سبحانه وتعالى أعطي مية دينار اللي بيش تخرجه أعطيه أعطي وقامك تعطي الصدقة انوي بها ابتغاء المجه المولى انوي بها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفق الدعوة دي كيقوله يا ربي كيما أعطيت الصدق إذي أسترني خطر رأحنا سوف نقبل على أيامات طوى العشر الأواخر من رمضان سبش تأتينا طوى والنصف من رمضان وغيره وهي الأيامات التي سوف تكون فيها العطايا من المولى سبحانه وتعالى أعطي الاستحق وللي ما يستحق شي زيدا وما تلوش عليه غير ما تبحث غير ما تبحث خطر بيش ربي سبحانه وتعالى سوف يكرمك في هذه الليالي بالعطايا المباركة من الله سبحانه وتعالى ولا بد أنك تعلم نرجع للقصة لأنه لا بدك أن تعلم أنه راي مش فلوسك إحنا عنا حاجة لنا علمناها وعلمناها لولدنا وهي غالطة فلوسي داري كرهبتي يدي ما عندك دار وما عندك فلوس رايبت عربي والله الكلو متعربي يا ما ناس عندها فلوسها ما تتحسبش وتلقاهم ما يتمتعوش يكلوا في البرودو خاطرهم مشلولين واللي يخدموا فيهم يكلوا في الحوت المضخم يكلوا فيشنا وما نهره وما تقولش فلوسي ومتاعي وتيتوها على كلو متع ربي وخلي ربي يتصرف في ملكه أنت معاك أنت تكون شنو أنت خدم لله سبحانه وتعالى نسأل الله العلي القدير إن شاء الله أن يجعلنا من الذين يتصدقون أناء الليل وأطرف النهار وعلى آله وصحبه الصلاة المختار ننهي بدعاء شيخ نسأل الله إن شاء الله بجه القرآن أن يجعلنا من الذين يتصدقون أناء الليل وأطرف النهار وأن اللهم أتي نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت رزقها ومولاها نسأل الله العلي العظيم الخطاع على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يمتعنا بأجسادنا ما أبقانا وأن يجعل حياتنا حياة الصالحين ربنا إننا أمن بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهدين اللهم أمين شكرا لك الشيخ العربي تلقوها معنا كل يوم الشيخ في قريب من القلب تحياتي لكم مستمعين تحياتي الكامل الفريق أيب الغايب مالك معلوي طارق حناشي أمير وخليلوف الأخراج وسفيان باللك الرؤوف الأحمر في الواب تحياتي لكم ملتقانا غدا إن شاء الله في حلقة جديدة باي باي ويا مرحبا من الاربعة لستة مدرعشية الدوامة بلوس محمد الخماسي على إيافام أحلى غديو